سلام الله عليكم أخواتي في اللات من شاء الله تكونوا بألف خير بعد الصلاة والسلام على حبيبنا خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ان شاء الله اليوم سيقدم لكم هذه الوجبة خفيفة ورائعة ومختلفة في نفس الوقت كيف تشاهدوا أخواتي معي في الفيديو المكرونية على شكل كابكيك أو شكل مادلين شكل مختلف ووصفة رائعة كيف تكتلكم في فيديو السابق كيف تشاهدون الوصفات التي نقدم لكم كل منها وصفات ديالي ووصفات كناخدهم من النات ووصفات من الأحباب والصديقة ديالي ومنهم هذه الوصفة هذه كيعجبوني الوصفات الأجنبية والخاصة التركية وان شاء الله سيقدم المقادير وطريقة التحضير على بركة الله المكونات اللي غادي نحتاجه ما هادو عندي هنا يزلافة ديال المكرونية يكون هكا العبار ديالها يكون الحجم عفوا الحجم ديالها صغير الشكل اي الشكل حبيته هنا عندي واحد جوش كيسان ديال الحليب يكونو دافين او بحارة المطبخ كل كاس كيل 220 مليليتر وعندي هنا يكاس مضغوط ديال بقيق هنا العبار ستلقى ان شاء الله المكونات مكتوبة في صندوق الوصف بالقرامات عندي بيضاتين وعندي هنا الجبن بنوعين للموزاريلا والجبن الأحمر واحد الخمسين خمسين جرام اللي يمتوفر عندكم في البيت مهم من اي نوع ديالجبنة وعندي هنا الففل الحمراء والففل الخضراء بنوعين يعني قطعتها بمربعة صغيرة واحد البصلة متوسط تحت هي قطعتها الى مربعة صغيرة وعندي هنا يواجه معلقة كبار لنحصل ثلاثة ديال معغنوس مفروم عندي هنا يواجه الملعقة صغيرة ديال الخل الخل ابيض لا عندكم الخل العادي ديرو ويواجهو او او بكين باودر او خميرة الحلوية ديال سبعة جرام عفوا عندي ملعقة صغيرة والملح نصف ملعقة صغيرة ديال اللي بزار وواجهوكو كبيرة ديالة اي التحميرة على بركة الله ندوزل التحضير في واحد الكاثرول نضيف الملعقة صغيرة الملح غير ممتلئة ونضيف فوق النار نضيف الملعقة صغيرة نضيف الملح والفلفل السود والتحميره والكيمياء المتبقية نضيف الحليب كأسان كبيران من الحليب هذه الملعقة الصغيرة الخل سوف نطلب هذه المكونات جيدا غباب الطلب اليدوي ولا ننسى الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم آمين نضيف نصف الكمية المعقنوس تقريبا ملعقة ونصف نستمر في الخلط ونضيف دقيق طبيعة الحل كيكون منخول نضيف الجبن المبشور نضيف الجبن المبشور جوبن متوفر تقريبا الكمية المبشور حسب الكمية التي توفرها وحسب النوعية نستمر في جوبن ثم نستمر في الخليط 5 دقائق هنا يبدو جوبن المكرونية خليطا التقطر على الطريقة فو طريقة حسنت مع العطرية اممم الملح واليبزار والتحميرة وضفت المعقنوس ونضيف الفلا بجوج الانواع نصف الفلا من كل نوع نصف الفلا حمراء ونصف الفلا خضراء واحد البصلة تكون صغيرة حتى هي مقطعة الى مربعات ونخلط هاد العناصير مزيان اخواتي وجدت القلب الكاب كيك اي المادلين ونضيف الفلا بالزيت او الزبدة وضع المكرونية في الوسط من الاحسن استعمالها كالوراق نضيف الكيميه من هذا المكونات 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 المكرونية نضيف الفلا ونصف الفلا نحاول نعمل بسيط مزيان لأول مرة تشاهد الفيديو دي كنرحب بها باش تشترك في القناة واتفعل جرس بكل ما هو جديد ان شاء الله ونشكركم على الدعم للقناة ديالي وعلى التعاليق ديالكم الجميلة ونتمنى ان شاء الله نكون في المستوى وما تنسوش تبارتجي والفيديو مع الصديقة ديالكم ومع الاحباب باش تعمل الفائدة ان شاء الله بعد ما عمرت جميع الخانات اللي عندي هنايا كنجيبو هاد الخاليط اللي وجدنا من قبل اللي قلت لكم غادي نخليوه يرتاحي غيثة ما كنوجدو هاد المكونات وكنحطوهم كنجيبو هاد الخاليط هاد وكنخويف فوق هاد الماكرونية وكنستعنو هكا بواحد الملعقة تكون كبيرة وكندروا واحد الكيمياء اللي هي معقولة كنعمروا مزيان دوك للكويغتات بهاد الخاليط هاد ودوك الجوبنة كتبقى من الفوق كيف تشاهدوه تحتاج الى غذائق وتبقى الفوق كيف تشاهدوه افضل تحافظ سويا تحافظ يحضر بكتر على البلاتو نكمل نكمل حتى نكمل نجد 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 ملح ملح الملح كيف تشاهدون فرن سخون ندخل الفرن من 20 دقيقة نشعله من 20 دقيقة بسم الله بعد 20 دقيقة من الأسفل نشعله من 20 دقيقة نقوم بسرعة أكبر نحذر قليلة جميع المدسطين نحذر قليلة دقائم فلاحظ نحذر قليلة استعد تحديما بعد ذلك نحذر قليلة اخواتي نقدمهم في الطبق التقديم على مرافقا بشوية الكيتشوب والعصير وانتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب لكم هادي الفيديو هادي ماشيكوا الكيمية بسم الله سوف نقسم لكم واحدة بشتوفوها كيف تجي من الداخل كيتقدموهم سخونين وكيجيدك الطعم ديال الجوبن كيجي رائع وكل مكونات اللي يضفنا في هاد الوصفة كيزيد وكيبنوها كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب لكم هادي الفيديو واللي اعجب لكم ما تنسوش تجعوني بلايك وتبرتجوه مع الصديقة والاحباب وكنشكركم على المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله وحفظه